في يوم التقدير والتمكين في يوم الاحتفال بها أما وعاملة مناضلة ومتعلمة يغيب التاريخ من ذاكرة المرأة السورية اليوم العالمي للمرأة وكل أيامها عالمية بمعاناتها ومأساتها أربع سنوات منذ اندلاع الثورة السورية والمرأة السورية في مقدمة المشاركين متظاهرة ومصعفة محاربة ومتطوعة قتلت واعتقلت وعنفت واقتصبت ولا يزال العالم يحتفل بيوم لها غير مدرك أن الحرب أفقدتها أبسط حقوقها وربما إنسانيتها أيضا أكثر من 18 ألف امرأة قضينا منذ اندلاع الثورة في عمليات القصف العشوائي التي تمارسها قوات النظام بكل أنواعها انتهاكات خارج نتاق القانون ضمت أيضا عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب 2500 امرأة ما زلنا قيد الاعتقال بحسب تقرير الشبكة السورية أما التعذيب فيمارس ضدهم ب46 أسلوبا ومن ممارسة النظام العنف الجنسي والعله أبشع صور القتل والتعذيب معا المرأة السورية في ظل الأزمة تعاني وتقاسي على جبهات أربع فإلى جانب انتهاكات قوات النظام تنتهك من ميليشيات كردية في مناطق سترتهم من خلال عمليات الاعتقال والخطف لكن الأدهى والأمر وقوعها في جبهة الجماعات المتطرفة في أماكن سيطرتهم ولعل القتل أسهل انتهاكاتهم لها وفي الجبهة الرابعة تأتي انتهاكات فصائل المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم تمزقت سوريا إلى جبهة أربع وتمزقت معها المرأة السورية التي تعيش ويلات الشتات وآلام التشتت سمح سيد العربية